اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية مشاهدين الكرام فاصل ونعود اليكم عدنا وإياكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية مشاهدين الكرام في هذه الحلقة رح نكون معكم مع ضيف جديد وأسئلة متنوعة منها الحدف من الصوم أو الصوم الصحيح رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة السلام عليكم عليكم السلام شوالك حبيبي زيان مشاهدين الكرام طبعا فكرة البرنامج يوجد مجموعة مكعبات في كل مكعب هناك سؤال يوجه لضيفي الحلقة المكعب الأول سؤاله اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك محمد ياسر محمد وسكني حي العباس وعمري 13 أما المكعب الثاني سؤاله في أي مرحلة دراسية أول متوسط المكعب الثالث يوجه لك سؤاله ويقول شن هو طموحك العلمي طموحي أنا أصير طيار أكمل دراسة أصير طيار ومثلا ليش أصير طيار أحب أحب اسمك أصير طيار هم تقدر يعني بهال المجال تخدم زوار مابن حسين لو لا إذا تشرت طيار أنا أنقل الزوار ها وإذا تشرت طيار حربي أحب اسمك من أجل الزوار المكعب الرابع يوجه لك السؤال ويقول شنو يعني لك شهر رمضان المبارك شهر رمضان هي شهر الطاعة وأعمل أعمال اسمه الحسنة وهي يجي خليك يا أحبي مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم عدنا وإياكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية المكعب الخامس سؤاله شلونك ويصوم والعبادات؟ آني يعني الظهرية الظهرية العصرية الصبحية أصوم آه ويعني الصبحية صبحية ما أذكر أرفاض اسمه سيئة ما أذي أعمل اسمه الأعمال الحسنة المكعب السادس يطرح عليك السؤال إش تعرف عن الصوم؟ وليش رب العالمين فرض علينا الصوم؟ الصوم مو بس ع الطعام الصوم هي ع الغيبة والنميمة المكعب السابع سؤاله أبرايك شنو الهدف من الصوم؟ أكو ناس تلفظ الفاظ سيئة ومن الصوم تعيف الفاظ السيئة تتركها المكعب الثامن يطرح عليك السؤال ويمنو من الأعمة تحب تتفطر أو تتسحر وليش؟ أحب اسمه السحر وأفطر ويسمه الأمام المهدي لأن الأمام المهدي هو طيب معصوم وشي تحب من الأمام المهدي؟ طيبته كرامة الناس وأدعي ربي أنه يعجز ظهوره شكرا لك حبيبي شكرا لكم مشاهدين الكرام مشاهدين فاصل ونعود إليكم عدنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى مسك ختام هذه الحلقة وحبينا في الختام نهديكم هدية ألا وهو حديث منها حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن همته في الصلاة والصيام والعبادة والمنافق همته في الطعام والشراب كالبهيم مشاهدين الكرام إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية في يمانيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر